هل إنه لما ندخل الانتخابات عن أحزاب لأنه بدنا نوصل على مستوى إنه إذا في أحزاب اللي فعلا بيشتغلوا على برنامج الوطن ولمصلح الوطن مش لمصالح أشخاص أو مناطق معناته بعدين نحن منقدر نشكل حكومات من أحزاب اللي عندهم برامج في أكم كتلة بالبلد عم بشوفهم وعم نشجيحهم لأنه إذا نحن منقدر نطورهم من كتل لأحزاب خلال هل لأنه إحنا منلحق بعد ثلاث سنوات الانتخابات وإنتم تمثلوا الشباب أغربية البلد وأفكاركم بالنسبة لي أنا بغضر مع الشباب برتاح لأنه إنتم حرفين شو المفيد حياكم الله اليوم سأطرح هذا السؤال شو مشكلتنا بالأردن؟ أزمة اقتصادية؟ طيب السؤال هل الحزم الحكومية الخمس هي بداية طريق الحل؟ هل خرجنا من الأزمة الاقتصادية؟ جواب آخر أزمة سياسية السؤال كيف حلها في ظل غياب الأحزاب وعدم فتح قانون الانتخاب؟ جواب آخر أزمة إدارية ما الفائدة إذا استمر الارتجاف في اتخاذ القرار والاستمرار في تشكيل اللجان والخوف مما سيكتب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ جواب آخر أزمة مركبة ما حلها؟ هل حلها تمديد مجلس النواب؟ وإذا تم التمديد ما قيمة الفاتورة السياسية؟ إذا مجلس بسلم مجلس أليس في ذلك ظلم لباقي المترشحين؟ هل ستتغير الحكومة؟ أو ستكون حكومة تسيير أعمال؟ أو ستستمر؟ وعندها ربما نشهد تعديلا خامسا كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي اليوم معالي الباشا عبدالهادي المجل لرئيس مجلس النواب الأسبق مساء الخير باشا؟ مساء الخير صوت المملكة بدا أهلا بكم جميل أهلا بك يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك كما يمكنكم أيضا طرحوا كل الأسئلة بعض من نصوص الدستور الأردني فيما يخص الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب تنص المادة الثامنة والستين في الفقرة الأولى مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين الفقرة الثانية من المادة الثامنة والستين نصت على يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد جاء في المادة الثالثة والسبعين الفقرة الأولى إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث اجتمع المجلس في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وفي الفقرة الثانية إذ لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد المادة الرابعة والسبعين في الفقرة الثانية نصت على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عادية تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها أهلا بكم من جديد وأهلا بضيف أهل باشا أهلا بيك الله يسلم باشا تسألك سؤال الذي يطرح على جميع وسائل التواصل الاجتماعي هل أنت مع التمديد لمجلس النواب الحالي يعني أول رأسا جيت عن هذا السؤال أنت حكيت كل الدنة وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية وتحديات وبعدها نجد يعني خدمت من أول شو المشكلة؟ شو المشكلة التي تواجهنا؟ طب خلا نجاوب على هذا الجواب لا أنا يعني مع أو ضد التمديد؟ أنا ضد التمديد ليش؟ أولا يعني أنا من 1989 إلى الآن ما عمر مجلس أكمل مدته نعم وفي منطق يعني في ناس بجادل فيه أنه لما تنتهي عماله ويبقى فترة زمنية من الأفضل أن يحل حتى لا يجوز أن يترشه النائب وهو في منصبه بستعمل سيارته، بستعمل نفوذه، بستعمل كذا طبعا أنا مش مع هذا الكلام لكن كان يقال هذا الكلام ولذلك يفضل أنه يعني يحل يحل ويأتي برلمان بعد أربعة شهر من الحل حسب المواد التي ذكرتها وهذا دستوريا هيك يعني لماذا التمديد؟ شو اللي عندنا حتى نمدد المجلس؟ إحنا يعني بدنا دماء جديدة بدنا وجوه جديدة بدنا يعني يشعر المواطن في تغيير التغيير بتم يعني أحد عوامل التغيير في المجتمع هو انتخاب مجلس نواب جديد ليش نستنى كمان سنة يعني فأنا مع يعني الحل والإجراء الانتخاباتي موعدة دستوري بعد الحل في أربعة شهر وترويء الحكومة ترويه حسب النص المادي أنه الحكومة اللي بتحل البرلمان يجب أنها ترويه ولا يجوز أن يعود رئيسها للتكليف مرة تنتين هيك النص هيك النص بس فيها ابتسام ماذا يعني ذلك إحنا نمشي عن النص ولا الباشا عنده رأي آخر لا لا أنا بقول لازم يعني يعني اللي بحل البرلمان لازم يروه وأنت مع حل المجلس وأنا مع حل المجلس ولا يحق لي الرئيس أن يشكل حكومة يعني بعد ما تنتهي مدته الوظيفية يعني عندما تنتهي الدورة العادية الرابعة أصبح ما في لزوم لبقاءه لأربعة شهر الأخرى طيب تعددت شو عنا حتى يتم تمديد المجلس ماذا يعني تمديد المجلس سياسيا يعني شوف خلينا أحكي لك أولا إحنا المعضل الأولى في الأردن أننا كلنا فرديين خذ الحكومة خذ مجلس العيان خذ مجلس النواب كلنا فرديين مش منتظمين في مجموعات فكرية أو سياسية أو حزبية لحتى يعني أنت قلت شوي بعد مرعوبين أنت قلت يعني في مرعوبين الدولة مرعوبين لأنه مين اللي وراء الوزير مين اللي وراء يعني 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 بالدول الأخرى يعني الوزير عضو في حزب والحزب يشارك في الدولة إذن قراراته ليست قرارات فردية وإذن قرارات جماعية يحاسب عليها الحزب من قبل الشعب جاي إحنا يعني حاولنا أن ندخل في هذه المرحلة خلال 2010-2011 لكن الظروف ما سمحت لكن أتمنى أن يرجع اليوم اللي الدولة تعيد حساباتها وتكتشف أنه في ضرورة لدعم العمل الحزبي في الأردن لأن هذا يعني المشاركة ويعني القوة إلى من يسترم الحكم من خلال الكتل الحزبية البرلمانية وبالتالي هل تنصح باشا تيار الوطني بالمشاركة في الانتقابات؟ طبعا مرة ما قاطعنا وعندما أنا الآن في أمين عام وإلى قيادة بس أنا مع الانتقابات مع الدخول للانتقابات وترشحهم يعني أنا هنحكي بصراحة يعني في موضوعين مهمات في الدخول للانتقابات وأتمنى يعني لا يزال يوجد في شهرين إلى مجلس النواب أن يتم تعديل قانون الانتقاب تعديله أنا معرفة يعني فيه كثير من الجدل حول تعديله ونقاط كثيرة أنا نقطتين بفضل عسب رأيي نعم أولا يعني تنزيل العدد إلى 120 120 نائب هذا بده قانون ماشي ثانيا القائمة المفتوحة تكون قائمة مغلقة طب شو الفرق؟ شو الفرق؟ الفرق في القائمة المفتوحة أنا كحزب لما أشترك ويدخل أربعة من الحزب في القائمة المفتوحة الأربعة يتنافسوا مع بعض لأن كل واحد يجيب أكثر من زميله حتى يأخذ معدل أكثر للنجاح ثانيا أنا أتمنى أن كل قائمة يجب أن يكون لها برنامج اقتصادي برنامج كيف مكافحة الفقر كيف مكافحة البطالة كيف حل المشكلة الصحية كيف حل المشكلة المائية يعني يكون عنده برنامج وهذا البرنامج الذي يطرحه في الشارع والناس تنتقل بالقائمة بدون أسماء على البرنامج الذي تحمله هذه القائمة إذن نقطتين فقط أن يكون 120 نائب وتكون قائمة مغلقة وفي أشياء أخرى 120 شو بتفرق عن 130 لا قصد 110 110 110 نوا طيب أثناء صوت المنبكة كنت ضيفي في هذه الزمنات استضفت الكثير من الشخصيات السياسية في الأردن طرحت عليهم أسئلة وكان لهم أراء سأرى هل الباشا يوافق هذه الآراء أم لا منهم نتحدث عن مجلس نواب وعن أحزاب بدنا نشوف هذا المقطع مقابلة عملتها مع المهندس عاطفي الطراوني اسمع رأيه وبعد ذلك تؤيده وإلى أي حد بعد أمرك أعطوني أي شباب بعده مش موجود مش جاهز طيب ماشي طيب طيب بلاش منها يعني بدأت تصير حساسية إذا كانت صاحب لك لا لا سيد هو يعني الحديثه عن قانون تخاب ما فيه تمثيل حزبي إذا فيه تمثيل حزبي إحنا ممكن نوصل لحكومة برلمانية هذا كالحديث نسمعه بعد أمرك باشا فضلوا شباب إذا لم يكون هناك قانون انتخاب يعطي فسحة كبيرة جدا للتمثيل الحزبي لن يكون هناك على مدى السنوات القادمة تمثيل حزبي حقيقي تحت قبة البرلمانية سبب أن يكون بعد عام هناك حكومات برلمانية أو حكومة برلمانية يعني الحكومة البرلمانية يجب أن تكون حكومة برامجية يعني أما عندما نتحدث أنه هناك اليوم صراحية رئيس الوزراء هو يعين من جلالة الملك ومن ثم يذهب إلى مجلس النواب وعندما يخاطب الرئيس الكتل البرلماني كيف يستطيع لا يخاطب برنامج معين نعم وإنما يخاطب كتلة مشكلة من زملاء من خمسة محافظة هذا لا يعني أننا نستطيع أن نفرز له شخص تستبعد إذن أيضا أن نقوم بعمل حكومة برلمانية إذا ما غيرنا طيب الآن قانون انتخاب مسكر مش راح ينفتح يعني بدأت تنزل هالناس كلها ولذلك يعني بيكون تغيير وجوه ليس تغيير تغيير نهج تتوقع أن يكون هناك تغيير وجوه طبعا واحد ترشح أهل ما عجبهم بيجيبوا واحد ثاني بداله ندخل في التجربة الجديدة يعني هذا على مدى العشرين سنة الماضية اللي أنا كنت فيها يعني نائب يعني كان يتغير كل سنة على الأقل أربعين خمسة أربعين من المئة من النواب إجداد وخمس وخمسين خمسين قديمين وهكذا يعني يعني عملية تغيير والتبديل مستمرة في كل دورة من دورات الانتخاب طب شو بنا نستفيد نتغيرنا الوجوه وما غيرنا أيوة ولذلك أنا بقول يجب تغير النهج كيف أن يتغير النهج قانون انتخاب مش قانون انتخاب يعني اسمح لي طبعا طبعا يعني إحنا في الأردن يعني الدستور والملك نعم يؤمنوا بأهمية دور الشعب في المشاركة في الحكم يعني هذا أنا مقتنع فيه مية في المية نعم لكن اللي قاعد بصير انه قسم من اللي حول جات سيدنا بيعتقدوا ان الوقت غير مناسب أما هو يعتقد انه فيه ضرورة إلى تنظيم المجتمع ليكون جماعي وليس فردي جماعي وليس فردي كيف تصير جماعي بدأت تقرق أحزاب كيف تصير الحزب بدأت الحزب يكون فيه مفكرين وجماعة عندهم خبرات كبيرة تبني برنامج يقرع الناس بدأوا يكون من ثلب حرام من الشعب بيطلع برنامج أنا يعني أنا بحكة عن حالنا طب سيد الحزب كليش ما سطع أنه يدخل شو المعيقات شو التحديات أولاً كان لدينا برنامج للبطالة برنامج للفقر برنامج للمياه برنامج للصحة برنامج للزراعة برنامج للإدارة المحلية اللامركزية بصورة غير الصورة التي عملت فيها فيه برنامج بس كان الغالب انتخاب الفردي أكثر من الانتخاب الجماعي وبعدين لما أنت بتذكر لما عملوا القوائم ما عملوا حزبية يعني كنت أنا مساعدة أتنافس أنا وسبع ثمان أحزاب كل واحد عنده برنامج حتى المواطن يكون له الحرية بالنظر إلى برنامجك وبرنامجي وصوت مع البرنامج الأفضل والذلك التخوف من وجود الأحزاب هو فوز حزب واحد أنا أبندي قالوا انتخاب المواطن له صوتين صوتين للفرد لأنه بده واحد يعرفه بده عبداله المجالي وبده عزب يحمل نهج برنامجي أنا موافق عليه في البقاقة بنتخب الحزب الذي يريد والشخص الذي يريد من المرشحين هاي هيك يعني معظم الدول الديمقراطية هذا شو يعني يعني أنه أصبح عندنا الناس بتآمن ورا برنامج هي اللي بتراقب هلأ سيدنا طول نار تراقب أعمال الدولة نعم مزبوط الشعب يعني في الحالة الحزبية هو اللي بيصير يدافع هو اللي بيصير يقر يقول وين رايحة حكومة شو البرنامج تبعكي وين أنت لوعدت فيه وين الكذا وين الكذا يعني بصير فيه رقابة وفيه قوة وفيه قوة عند الوزير يعني الوزير يعني الوزير زي ما حكيت أنت في المقدمة فيه رعب خايف الوزير يجب أن يكون سياسي أكثر من أن يكون متخصص طبعا أكثر طبعا لازم يكون سياسي بدي أسمع ما فيه متخصص متخصص بجيبه أمين عام ماشي أنا عملت مقابلة بجيبه أمين عام بجيبه مستشار باشا لكن الوزير هو صاحب قرار سياسي طيب أنا عملت مقابلة مع دولة الدكتور عمر رزاز أخذت منها سؤال واحد فقط بدنا نستمع عليه ونجاوب عليه طول بالك علينا باشا اليوم تفضلوا الشباب عرضوني التراهل اللي حكينا عنه اللي موجود في بعض المواقع ما بضطرنا أحيانا أنه أنا بدي أجيب وزير مش بالضرورة يكون سياسي بس مهم أنه يفهم قطاعه لأنه هذا الوزير أنا بعول عليه أيضا في قطاعه مهنيا هذا ليس النموذج المثالي نموذج المثالي أنه الوزير يكون لكن هذا اللي بضطرنا أحيانا أنه نجيب مجموعة من الناس اللي قادرين يشتغلوا كفريق وقادرين يلتزموا الآن باللي إحنا التزمنا فيه ومتعهدين فيه بخالفك رأي دولة الرئيس لا هو بقول يعني ممكن أن يكون نيخ بس أنا بخالفه أنا 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 ببني رأيي على شيء سيحدث إذا عملنا قوّلنا الأحزاب وخلينا بس 7-8 أحزاب وعملت برامج ودقرة انتخابات ضمن برامجها هذا الكلام ما لنزوم وصير الأغلبية برامانية حزبين أو ثلث أحزاب حصلوا على 51% بقعدوا كل واحد يدوا برنامج بيعملوا ائتلاف برامج أول بنسقوا بين برنامج هذا وبرنامج بيطعب برنامج جديد يحتوي تقريبا كمبروماز للثالث برامج يعلون الشعب وبجكل عقومته على أساسه وبجيب وزراءه الذين سيقومون بتنفيذ هذه البرامج بس بقولك الناس تثقش بالأحزاب ما عنا أحزاب 57 حزب باشا ما اللي يعملها 75 القانون يعني تسمح لي أنا أحكي طبعا ممتصره أولا وحتى هذه رؤية جلالة الملك يعني أنه يتمنى أن يكون في الأردن ثلاثة أو أربع حزاب تكون يعني واضحة المعالم في التغيير يعني مثلا الحركة الإسلامية لها حزب أو حزبين الحركة القومية لها حزب أو حزبين والحركة الوطنية اللي احنا من المثلها لها حزب أو حزبين ستة بأحزاب لازم المواطن يشعر بالفرق خلق أنا أجيب لك 51 حزب مسجلين أتمنى أن أجد فارق بين هذا الحزب وهذا الحزب بالأفكار أو في البعض كله نفس الشي كله مخرجين الجزء الوطني اللي متحدث عنه من أعملهم إيك القانون تهل القانون تهل 50 واحد 101 أما الحزب وتفضل تفضل حزب أنا اقترحت بالقانون الجديد طبعا الأحزاب لا يجوز الموافق على ترخيص حزب جديد مبادئه ونظامه موجود في حزب مرقص يعني أنا عبدالهد ما عندي مبادئ أروح إذا لقيت واحد أروح بنت أزبله مش لازم أروح أصير زعيم هنا طيب سذهب إلى فاصل بعد الفاصل ستجيبني على السؤال هل المسؤول يختبئ خلف قراراته أم لا تفضل البقاء معنا فاصل قصر أهلا بكم من جديد أهلا ومضيف أهلا مع علي الباشا طرحت السؤال هل المسؤول يختبئ خلف قراراته لدولة سمير فاعي أريد أن أسمع إجابته بعد أمره تونال جابي شباب أي مسؤول الوزير الرئيس الوزراء الموظف عدم الاختباء وراء إما جلالة الملك أو أي جهات أخرى يعني تسمع أنزل المسؤول الدولة العميقة الكذا في حكومة وفي مجلس وزراء وكل قرار يخرج من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء اللي مش عاجبهم أي قرار لهم كل الحق أنه قدموا استقالتهم إذا أرغموا وما حصل هذا في عنا تكسير في الدولة في تظهير القيادات المستقبلية وهذه ما عم تحصل بشكل مؤسسي ما عمنا حزاب بتظهر القيادات مؤسساتنا الحكومية بيكون مسؤول بيشوف واحد ألمعي بيصير خايف منه أنه يكون بديله بطفص هالشخص أهلا بكم من جديد باشا سمعت شو كانت الإجابة بيقول لك في مسؤول بيتخبو أولا أنا بوجه تحية لدولته ولأ أبوه يعني هؤلاء سياسيين بارزين وأنا بعتقد أتفق معهم أنه لا يجوز لا يجوز أن تختبئ لا يجوز إذا أنت يعني أي قرار يعني إليه جدل جاي من خارج الحكومة على رجل الحكومة أنه يناقصه يعني على الأقل يعني ناقصه إذا مش مقتنع فيه له الحق يقول لا وإذا مقتنع بتبناها وما بيقول أنا ورفلان ولا ورفلان فيه أمام محيارينه رئيس الحكومة هو صاحب الولايات العامة ولا شيء يمر في الأردن إلا من خلال مجلس وزراء يعني هذا كلامه صحيح مجلس وزراء هو صاحب الولايات اليوم اليوم فيه أمر من خارج الوزارة لعمل شيء من قبل الحكومة أول واحد يبلغ يعمل هو الرئيس فالرئيس يجب عليه أن يناقش الذي قال له ذلك ويقتنع إذا اقتنع يجب أن يدافع هذا الرأي ومش يقول لجاني من كذا أنا مؤمن في هذا الكلام وإذا ما اقتنع وفرض عليه زي ما قال بيقدم استقالته بتصير عنا بالأردن كلام سليم بتصير والله لازم تصير تبقيد دائما الحكومة بتتحدث عن وجود قوى شد عكسي لهذه الحكومة يواجهها من تقصد الحكومات بذلك هاي الحكومة أي حكومة مش حكومة دكتور عمر زال الحكومة دائما بتقولك احنا في عنا قوى شد عكسي ضد شغلنا أنا ما بعتقد مو صحيح مش صحيح يعني يصح للناس تبدأ وجد نظرها لازم تكون أفواها مكممة يعني صار رئيس وزراء ما بصير ينتقد ما هو انتقاده يسمى هجوم عكسي الحرص القديم أي كلمة تنتقد فيها الدولة تفسر وأنها يعني مؤامرة هجوم عكسي على الحكومة لا لازم تكون صدرها واسع وتتقبل الكلام وتطلب النقاش ونصر إلى حلول المشتركة تسميه تنمرا ها بتسميه تنمر عن مواقع كيف تنمر كيف وين تتنمر لما واحد يطلع وين بتنمروا لما أكثر واحد يطلع على التلفزيون بيحكي رأيه رد عليه رد عليه ليش ليش تحكي بالغرف الملقة هذا بتنمر علي وهذا من من جماعة الشد العكسي لا في شد عكسي ولا شي كلنا أردنيون وطنيون بنحب بلدنا بنحب ملكنا وهذا كلام أي مسؤول بتخلب غير هذا الكلام بيكون غير صحي هل تخشى من وسائل التواصل الاجتماعي باشا أخشى أن تستغل من قبل ناس ليسوا من صالح الوطن يعني جماعة لا يريدوا للوطن فتنة أخاف من ذلك يعني البنت قد الباشا بزعى الباشا لا ممكن أنه يغير قراره إذا شاف أنه فيه هجم عليه مواقع التواصل إذا أنا مقتنع فيه لا يمكن أغير رأيي عمشان عم بيحكوا علي لا أنا أنا يعني في أمثلي يعني أنا بنادي كل الناس بناديهم ومكتب بيقولوا أنتوا تقولوا إيه ممكن أن تتناقش إذا أقنعوني والله بغير بس لأنه هم معبدهم مش على كيفهم الأمور طيب في نقطة أخرى قالها الدكتور عبدالله جسور بحديث أيضا في صوت المملكة سأرى إلى أي حتى توافق معه باشا توني للماد الشباب في خطأ مرينا فيه نعم وهو هذا الخطأ متأتي من أنه صانع القرار الاقتصادي أو القرار الإداري أو القرار الاجتماعي يعتقد أنه إذا كان القرار صحيحا وسليما ومدروسا ونزيها فهذا يكفي وأنا أقول هذا لا يكفي المتلقي والمتأثر وهو المواطن يجب أن يعرف لماذا هذا القرار كيف أتخذت هذا القرار ولماذا تفاديت قرارات أخرى بديلة التواصل مع الناس وإضاح إلهم وذلك مع عدم الإغراق في ذلك كمان يعني كمان إحنا بدأ الناس تشتغل مش كليات إضاحات توضيح تبرير تفسير واعتدار لا طب أنا أتخذت القرار وطلعت بدأ أفهمه للناس وفي أزمة الثقة بين الحكومة والناس كيف ناس بدأت تصدقني باشا أول شي بدأ أحل الأزمة أعطيني حل الأزمة على الأزمة أنا أزمة أنا أترك أزمة العيشين اقتصادية سياسية إدارية شوف الأزمة أزمات كثيرة كلها لأنه لم نأتي بالرجل المناسب بالمكان المناسب وهذا يتحمل مشؤوليته معظم رؤساء الحكومات يعني أنا وهذا حكيته وأنا تحياتي إلى الأخ أبو جهير قلت أنا الرئيس كل الرؤساء اللي مرقوا قاعد بحكيرك قبل شوي بقول أنه لازم تكون حكومة سياسية وليست حكومة كفاءات هارفرد وأكسفورد ومش عارف إيش يعني كفاءة سياسية هذا أو هارفرد بدي أعيب أحطه مستشاري عملي قطة أدرسها أما في فرق بين أنك تدرس مشروع وأن تتخذ قرار كسياسي كسياسي في عليك عليك كثير من المقاربات اللي تفكر فيها كسياسي غير لما تكون أنت والله تكنقراط وبتفهم في الزراعة وبتفهم في الاقتصاد هذا موضوع موضوع واضح مع الأسف أنا خلال يعني الغزرات السابقة كلهم كانوا يقولوا هذا والله فهيم ومتخرج من أكسفورد جيبوه وأنه بسترم وزير والناس ما تعرف هلأ يعني تجاوزت الوزرات عن بعض لكن أنا لا يمكن يعني أجيب وزير الشعب ما بيعرف أو ما أسمع فيه يعني أنا اليوم ستين سنة وأنا بشتغل في هذه الدولة في وزراء والله لم أسمع فيهم طيب ما هو شعب يقول لي إيك مين هذا يعني ذنبه طيب أنا سعب يقول لك لو في حزب والحزب جابه على عينه راسي الحزب قرر مزوط الحزب لازم يكون أمتداد شعبي أما شخص ينجي شخص كيف عرف أنه كفء طيب لما تسين خمس دعتيلات أو أربعة عديلات للوزارة معناه أنه في الانتقاء خاطئ ولكيف بغير يعني أنا بشكل حقوقه متظلة لحتى تنتهي وزير سياسي معناته صاحب خبرة سياسية يعني عمره خمس وخمسين ستين سنين وينت ليش لا معناته وين الشباب بيجوا بيجوا وزراء بيجوا أمانة يعني الطريق سلم يجب أن تسعد تسلم لحتى تصل إلى إلى قمة الأمر ما بصير تنط من الدرجة الأولى وينك ساير على سدة الأمر ما بصير ما بتتحمل بلدنا ولا تعودت إحنا نختلف عن بلدان العالم الثاني لا أحد يعرف الوزير بسويسرا ولا بألمانيا يعني الشعب ما يعرف الوزير يعرف برنامج الحزب اللي بصوت له إحنا بنعرف الوزراء ونحترمهم ولا نحترمهم ونشجعهم ولا نشجعهم ونخوفهم ولا نخوفهم هذه طبيعة الوضع الأردني منذ عشرات سنين وبالمقابل كمان بدنا وجوه جديدة هلا الحكومة 229 واحد ما بتدار جيب خمسة وجوه جديدة و22 من اللي باكي عنهم هناك اتهان دائما يطرح لرجال الدولة ناشا نقول قدامة مش القدامة كثير مش القدامة كثير انه ما بحبوا الجيل الثاني يطلع لانه هذا بيخرب علي طراحت هذا السؤال على دولة فيز الطرون كان له جواب مختلف الله يشفي الله مامين عطونا الجواب عنا في مشكلة في الأردن برضه مش عامة ولكن عن جهات التقاعد مشكلة كبيرة اذا احل 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 واحد على التقاعد مشكلة المشاكل سياسي بتقاعد بشير يقول اه لا سياسي ما بتقاعد انا بحكي عن الوظائف وظائف بس يتحل على التقاعد بيقول لك بدي رد اعتبار وكأنما ناس اهانوا فيه اعمار وفيه كذا وفيه ناس بتاخد دور وفيه بدك تفتح مجال لآخرين وها كذا فبصير فيه حالة من المرارة هذه بتنعكس اما بيسكت وخلص وما يلو علاقة في الوطن ولا همومه او بالجائلة ومعارضة يعني معارضة وتشاتيم و قسم كبير من من هذول بتلاقي ان طالبة بعينية ولا طالبة بمحافظة ولا طالبة بسفارة وشيء وما حصل عليها اه بيرتد تأيدوا لأي حد باشا هذا الحديث انه يعني تطيب خاطر تطيب خاطر يعني اولا لماذا المتقاعد بروح بدور لانه احيي غلط يعني هيكلية الدولة تحتاج الى عادة نظر يجب ان تكون الدرجة الى سنين ولا يجوز ان يرتبط الراتب بالدرجة وهذا كنت انا حاولت في القوات المسلحة ان لا يرتبط راتب العقيد في رتبة عقيد الراتب يترفع مع الزمن على مسؤولية الضابط وعائلته ولذلك ببقى عشر سنين سبع سنين في رتبته بكل ممتاز ما فيه اليوم طلعوا بعد يعني اليوم بدخل في القوات المسلحة او بالدولة عمره 22 سنة وعشرين وثلاثين يعني 52 سنة 52 سنة الآن شاب بالزمانات كان متوسط عمر الأردنيين يمكن بالستينات هلأ صار بالسبعينات وفوق لا يزال يعني هذول الناس بطلعوا بكير بطلعوا شباب بطلعوا عالي بطلعوا يحكوا زي ما حكى بيحكوا على الدولة ليش انا ما طرت ليش ما صرت ليش يطلع بخليهم أنا يعني يعني الآن السنة هاي 9000 وعد طلعوا للعقوبة لأنه خلرت ثلاث سنين ما سوى مشكلة في البلد 9000 سمعت أنا بجوز رقم خلط بس أنت ضد اللي خدم 30 سنة وخرج أنا ضد يجب أن تتمدد أنا شوف يعني أنا وضح لي يجب إعادة هيكلة الدولة كلها ما بجوز أنا موظف في الغربة بأخذ ألف ليرة وأنا زميلي اللي أنا وياه متخرجين ومستغلين بأخذ نصر راتف ما بجوز أنا مستشار في وزارة بعقد بأخذ ألف ومئتين ومين عام الوزارة بأخذ يعني في غلط بالهيكلية لازم سلم رواتب الجامعيين كل واحد كل مهنة لها نسب من الراتب الأساسي بس الراتب الأساسي لازم يكون كل الناس زي بحض طبيب في الجيش طبيب في الجزار الصحة طبيب في الجامعات طبيب في الكذا لازم يكون متساوين متساوين يعني ولازم تتمدد المدة لازم تنحسب التقاعد شو التقاعد التقاعد أنك أنهيت عملك وخدمتك ما بجوز تشتغل الراتب حتى تستكمل لازم كفيك لازم كفيك على الأقل وتخدم لك خمسين سنة يعني سبعين يعني يعني أنا يجب رفع الخدمة إلى طبي صار فيه دمج مؤسسات الأمنية صار فيه دمج مؤسسات الأمنية كيف ترى هذه النقطة أولاً أكيد يعني أنه أنا مع الدمج ماشي لكن لست مع الهيكلية التي حدنا ليه أقول لك يعني أولاً أنا وجالت سيدنا بعرف يعني أنه أنا كنت طالب بدمج الدرك مع الأم العام وبالزمانات كنت طالب بدمج الدفاع المدني مع الأم العام وكان هدفي أنا هو التوفير وزيادة قوة الموقع بكفاءات ممتازة مثلاً يعني هلأ يعني قوات الدرك قوات الدرك لا تزال زي ما كانت إلها قائد وموجودة في مراكز خاصة وإلها قياداتها لحالها وتتلقى أوامر من قياداتها ما أعيد هيكلتها على أنه أنا مدير شرطة ما عندي قوة من الدرك تحت إمرتي دفاع المدني مثلاً والي عربة في مركز دفاع مدني ممتاز أنا بالدمج في مركز أمني لازم ندمجه اثنين مع بعض بشكله قوة قوة وبعدين يتبعوا لأقرب مركز شرطة مركز أمن عام مش يتبعوا لمدير الدفاع المدني مثلاً يعني يجب إعادة هيكلية الإدارة والمقصود فيها التخفيض لأنه أول كان يعني سيدنا مضبوط في العملية لأنه كان بالأمن العام مدير الأمن العام فيها كل شيء قضائية ومدير مالي ومدير شؤون ومحكمة وكل شيء ونفس الشيء بالدرك ونفس الشيء بالدفاع المدني هلأ مفروض يظلوا واحدة وحدة مدير قضائي للجميع مدير مالي للجميع مدير دفاع مدير ممكن أن تكون هذه الخطوة المقبلة إن شاء الله أنا قاعد بقول يعني أنه لهلأ يعني كان لازم تدرس قبل ما يتم الدمج نعم ونعمل إلها شجرات هيكلية بالضبط ونعمل إلها ترقلات من الشخص المناجم على المتالج وتصدر كلها دفعة واحدة يعني ما بس إلا أنه منخاف إحنا على الجهاز هذا جهاز أمني مهم وضروري أن يكون يعني صامد وصلب ما يخاء هلأ فيه رعب عندهم أنا بدأ روح الدراكة أنا بدأ روح الدفاع المدني أنا بدأ روح وين بس بغطوة أما تفاح الدفعة واحدة تنظيم موجود هذه كلمة موجودة قيادي موجودة تهل الموضوع سؤال آخر خرجنا من الأزمة الاقتصادية باشا ولا لا أعوذ بالله أيا خرجنا من الأزمة طيب الحزم الحكومية الخمس هلأ بدأ سلك أنت أنا بقدر شجاو أريد المواطن إسألك نسألني كيف أقيس أنا كيف أقيس الاقتصاد في عوامل رئيسية ما العلاقة هاي بالحزم الاقتصادية والعزم كلها أنا بالنسبة لي يعني آليات يجب أن توصل إلى ما أريد أولا المديونية الفقر والبطالة تشغيل الناس كله في تراجع الاستثمار في تراجع يعني عمله ندوي بس أنا مش شايفة تحقق يجيب يعني 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 الوضع الاقتصادي ما بده حكي ورشات عمل بده عمل بده عمل تنزل للميدان وتشتغل يعني جاءت سيدنا قاعد بنزل لأنه اكتشف أنه لما ينزل على الميدان بيكتشف حقائق ما كان يعرفه أول وعماله يضع إيده على الجرح ويقول هذا لازم تتصلح هذا ليس شغل الحكومة هذا شغل الحكومة وشغل الحكومات السابقة أنا ما أقصد هذه الحكومة أنا أقصد كل حكومات فالوضع الاقتصادي ساء منذ زمن وليس على زمن هذي الحكومة والحكومة التي تتدين معناها فشلات اقتصادية أنا وجه نظر أنا رئيس وزراء باشει نعم أحضر مجيبه حل أنا رئيس وزراء أنا رئيس وزراء بعمل موازرة لا يجوز أن تزيد الموازنة النفقات العامة عن الواردات مهما كان بقص أنا دولة الأخ عمر رزاد قلت له هلأ أقعد هنا يقصم 5% من كل موازنات الدولة وبلعش قانون الضريبة هذة اللي عملته سوانا احتجاج وهاي يجيب لك 400 مليون ولا حدا بحس فيها احنا في زمنات عملنا 10% وانا رجلس مجلس نواب 10% من موازنات كل هذا ومشي مشت الأمور يعني فيه إنا زيادات لأنه الذي يقرر الموازنة العامة ومدير الموازنة العامة شخص هلأ بيعقولك وزير التغطيط ووزير المالية الذي يقرر أنا كنت وزير ها بدني شغلي أنا لوزارت يقرروا عليه يزيد لي 20 شاغر تكبر الموازنة من عند مدير الموازن هلأ الدولة كحكومة بتطلع عليها أنه صارت ألف ألف مليار ولا مليار ونص يعني هاي أما تفاصيل من تحت اللي بعرفها بالزبط مدير الموازنة هلأ بتقول لي كيف يمكن في مجالات كثيرة للتحسين في مجالات كثيرة بس الحكومة يعني شوف إحنا بوضع استثنائي اقتصادي ما مرق علينا هيك ماذا يحتاج هذا الوضع الاستثنائي مليار 30 مليار دين وهلأ عم ندين كمان واحد و3 بالعشرة دين ها وعم نعرض اليوم أنا بقرأ أنه عم بدقوا قديش أملاك للدولة هتابعوها يعني ما ظل يشيه طيب هل فعلا احنا يعني راحت كل الخيارات وما ظل إلا هذا الخيار أنا بقول لا ما زالت هنا خيارات طبعا طيب سيدة بلا فاصل بعد الفاصل اتواصل مع الباشا تفضل البقاء معنا فاصل قصر أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفي باشا قبل ما أدخل أسألك عن سؤال بجلسة الجلسات السياسية تحدث شخص وبدون ذكر اسمه أو شخصين تحدثوا أنه علينا أن نعلن الوحدة الأردنية الفلسطينية فورا شو يعني هذا الحكي باشا ولا بتسألهم أنا ما أعتقد هذا لصالح الأردن في الوقت الحاضر حتى لو كان في مواجهة صفقة القرن حتى هل نحكي مواجهة صفقة القرن بتحلها يعني الحل هل يحل صفقة القرن الاتحاد بين أردن وفلسطين إذا بحل محا بس أنا يقنعني واحد أنا بتحلها كيف بتحل كيف تفهموني كيف تنحل صفقة القرن أو بتوقف إذا تصار فيه وحدة يعني وحدة بين ضفقة القرن كيف كيف أنا مش فهم مش فهم أبدا يعني دخلتنا في موضوع صفقة القرن يعني هذا السؤال ما أنا عارف إنك بتلف بالدور وبدأ تجي تتاكي فيه أولا يعني أنا قرأت يعني عن التجنيس الحديث عن التجنيس لا هما أنا بأعتقد بدهم يرفعوا يحملوا الأردن مسؤولية أكثر من مسؤولياته لما لما تيجي تعلن أنت أصبحت مسؤول عن عن الأرض المحتلة نعم طيب هذا الحكم هو بالأربعة والسبعين حكينا وما زبط كنا نقول يا أخوان إذا الضفة الغربية لا تكون المملكة الأردنية مسؤولة عنها ستكون أرض متنازع عليها وهلأ أرض متنازع عليها قدوها اليهود طيب ما هذا الحكم بالأربعة والسبعين لما قالوا المنظمة هي الممثل الوحيد والشارع للشعب الفلسطيني هلأ بعد جديس بعد أربعين سنة نجي نقول تعالوا يا أردن والله بدك تستلم الحكي هذا يعني ما أعتقد أنه يفيد واللي بحكي فيه حالم أنه ممكن يعني أنه الأردن يحمل الثقل لحاله ما بيقدر يحمل لا ونرجع على صفقة القرن صفقة القرن نعم يعني يعني ما كنت أتحدث فيها يعني أنا قرأتها جيدا يعني قرأت المية وواحد وثمانين صفحة بالإنجليزي كمان الصفقة عملت من جانب واحد ولم تأخذ اعتبارا نهائيا لأي جانب آخر ماشا بما فيها الأردن ما أخذت اعتبار له أبدا نهائيا يعني لكتبوها يهود أو أمركان يهود وحضروها وحكوا فيها هلأ مجابهتها ما بصير يعني أمام سيدنا خيارات كلها صعبة مشكلة إذا أعلن رفضه المطلق وأعلنه بس هلأ يلاقي صعوبات وإذا وإذا مشى فيها في صعوبات أكتر ولذلك يعني الخيار إننا نتحمل وحدة الأردن يعني هذا الحكي بعمل فتنة يعني إحنا الآن بدنا جميع ننسى الخلافات ننسى المشاكل ننسى الوضع الاقتصادي ننسى الكذا ونصف وراء جلالة الملك ونساعده ونفكر إحنا ويا بأليه يعني بدأ أنا مش عارف كيف نخرج منها يعني واحد مسلط عليك السيف وعلى رقبتك بده يدبحك واحد مسلط عليك من دقية بده رشك من هون كي بدك تطلع يعني لا يجود أن يترك الملك وحيدا يعني في هذا الموضوع لازم كل الشخصيات الأردنية المحترمة اللي إلها حضور وإلها كيان وإلها ثم أسموعة كلهم يقعدوا ويفكروا أنا ما عندي حل أنا بقول أنه يعني لازم نقعد مع بعض ونفكر في طريقة وندعم الملك في هذا التوجه اللي ممكن نتفق عليه كرجال دولة كرجال دولة طيب ما الذي يعني تقترحه من أفكار لتطوير العلاقات الأردنية الفلسطينية بما يضمن يعني تنسيق أن يكون تنسيق فعال بشكل أكبر يعني أولا أنا علاقتي مع الغيادة الفلسطينية جيدة وممتازة نعم وأعتقد أن العلاقات بيننا وبينهم ممتازة نعم لكن يعني 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 الإعلام مرات أو واحد بيطلع من هون بيحكي كلام بيوتر العلاقة نعم العلاقة حساسة حساسة يعني إحنا يعني الأردن موقفه حساس تجاه القضية الفلسطينية حساسة كتير مش بس أنه جار يعني نص شعب وإحنا يتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية نعم طيب وذلك إحنا أنا حسب علمي أنه الأردن يقف مئة في المئة مع القيادة الفلسطينية حساسة القيادة الفلسطينية مش شعبيتها قوية في فلسطين مو جغلنا هذا في قسامات بينهم مو جغلنا يعني إحنا بنحاول نساعد يعني إذا إذا صدقة القرن بده يستمر هذا الانقسام الفلسطيني متبتهم يتوحدون بالضبط وذلك قبل ما نحكي في هذا لازم عليهم أن يتحدوا يتفقوا ويعملوا منظمة التحرير مرة ثانية هي القيادة الفلسطينية وهي التي تقاتل في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين على المستوى الداخل الأردني للمواجهة صفقة القرن نحتاج إلى برلمان جديد حكومة جديدة سياسة جديدة ماذا نحتاج؟ أنا بسأل وخيار متفق عليه خيار يقنع الكل يعني كنت سيدنا عنده يعني بعرف أكثر منا كلنا لأنه إله علاقات وإله اتصالات إحنا ما عنا إحنا من المعطيات الموجودة على الأرض بحب أنه أكثر من مفكر أردني أكثر من خبير أردني خلال هالتاتين أربعين سنة خدموا الأردن يقعدوا مع جلالة الملك ويطرحوا أراء بل كفي ناس عنده رأي مليح يعني أنا ما بعرف يعني أنا بيقول لك أنه عندي والله يعني أثناء النقاش نقرح أي شي يكون إيجابي يعني وتم عليه لكن بدك نوع من التوافق أنا بدي أصير لما أتوافق أنا بدي أصير بالشارع ألعم هذا الموقف ما أقول الملك راح لحال واتخذ قرار ولا أقول أنه الدولة تجهد أنا جزء منه أنا أدافع عنه كما كنت جالس بدي أدافع عنه يعني أقتنع أنه هذا الحل وإذا مش بي أقتنع أعطيني قيارك هيك البلد بيتمشي مثل أوادي على الأقل بنكون على نيرة جوعنا بنجوع وكلنا مع بعض تحلت مشكلة اقتصادية بتنحل علينا كلنا بلنا نتحمل مرة يعني فترة صعبة جدا على الأردن بدنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا اجتماعيا وضعنا سيء يعني شو يعني 30% مسؤولة الأردن مش أردنيين كيف يعني مش هاي مشكلة اقتصادية اجتماعية يعني يعني كيف كلها مشاكل كيف بننواجه هيك على بالهواء طب مش شاي مسؤولة المجتمع الدولي بالمقابل شو مسؤولة المجتمع الدولي ماذا أخلى بالاتفاق طب شو أسوي يعني أظل أصيح بدي أنا أعمل إيشي اللي يجب الناس تتدخل يعني بدي أقلقى طريقة ما بعرف بس أنا دائما مشكلة المجتمع الدولي بدي أصيح وأصيح وأجيب الناس علي وأقولهم يعني ما عندي أنا طريق بس أقول أنه لازم نفكر في آلية اللي تخفف عنها هذا الكلام طب بالمقابل الآن أليس يعني المرشح البديو ترشح مجلس النواب أليس الأجدى في ظل وجود هذه الأزمات أن يقدم برامج سياسية وحلول أفضل منه يقولك ولا رصدت مئة ألف ومئتين ألف ونص مليون صح هذا اللي بقوله لازم يجي نوع يفكر وله رؤية وعنده حلول ولو مش مؤكدي بس عنده على الأقل نوعا ما حلول ويترشح والشعب بيقتنع وله أنا أتصور شعبنا صار واعي نعم يعني من كثر الأزمات والطق على راسه والارتفاع في الأسعار والكذا والضغوطات أصبح يشعر بأنه يجب وجود مظلة تحمي مظلة حقيقية وكما بالمقابل الشعب بيقولك ما هو ناجح ناجح كيف ناجح في يوبا لا يناجح هم بيقولك مجلس النواب يعني شو بده يعمل الشعب بيقول لا بنا نغير هذا المطلوب التغيير باشا أنت كنت عندك أكبر كتلة مجلس النواب نعم وما غيرت لا غيرنا ولا كان يمر قانون أشياء مقتنعين فيه الآن اختلف قابل وضع القانون بصورته النهائية ونتشاور إحنا وياهم وبعدي هباب نادر يتوزر وقال له فعلا صاروا يستلمون والآن نفس الشيء بيعملهم لا لا أنا بيقول لي ما بيشوف لها القانون جاي مين اللي بيقول لك مين اللي بيقول لك نعم 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 شكرا لك معالي الباشا خلاص أقول شكرا لك شكرا لحضورة شكرا لتحتور المجال دائما والناس بيقولوا عني أني مهمش العكس كاتبين نذيكت اليوم أنه لا مهمش وهي عم نطلع وما حد طلبنا وقلنا لا الله يقويك باشا الله يعطيك الصحة دمتم بخير بأمان الله شكرا لك